عايز أخدك لي جزئياً نهارده النادي الأهلي أصدر فيها بيان رسمي وهي قامة مباراة نهاية دورة أبطال أفريقيا في ملعب محايد كان في تصرحات من شوية تتراكارها وكالات أنباء مغربية ومواقع مغربية لرئيس نادي الأوداد المغربي أنه عنده معلومة أنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي خد قراره بأغلبية الأصوات أن المباراة النهائية تقام في المغرب رأي حضرتك إيه في اللي بي أصدر نفس اللي كنا بنتكلم عليه برضو دلوقتي هل لويح التحاد الأفريقي هم بتقول إيه من أول بطولة محنا ما ينفعش برضا كريم اللغبطك واللي دايقك أن أنت أول ما بتوصل النهائي أو أول ما بتوصل فاينة يقولك إيه بنسبة كبيرة أن هذه الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني ما شاء الله عمل مطشي أكثر من هال والوداد بالنسبة كبيرة أنه هو يلعبه في النهائي ما ينفعش أن إحنا بعد ما نوصل النهائي يقولك إيه هنلعب فيهم بقى لا ما ينفعش إحنا ملعبش بالشارع فالتحاد الأفريقي لازم يكون عنده لوائح لكده مطشي النهائي زي ما إحنا عارفين أن مطشي ليفربول وريال مادريد هتلعب بره إنجلترا وبره أسبانيا فكل العالم عارف أن الناس هتلعب بره الملعبه فالأهلي والوداد من أول بطولة يا جماعة أي أن كان بقى الرجاء فاكسطيف أتلت بيترو أتلت فهي فريق كان هيوصل للنهائي يعرف أنه من أول البطولة لآخر البطولة هو يلعب النهائي فين فده تهريك طبعاً اللي حصل من اتحاد الأفريقي وتهريك أكتر كمان أن بعض الرؤساء الأندية سواء في الأندية المغرب العربي بيبقوا عارفين قرارات المكتب التنفيذي قبل ما بتطلع طبعاً فده حاجة برضه لازم يكون عليها علامة استفهام إحنا فين في دوت فده طبعاً لازم يتحاد الأفريقي يسأل عنه يعني طيب من الحاجات المهمة جداً اللي سألت فيها الكابتن عامر حسين أنه اتحاد المصري تدخل في هذا الأمر هل تتوقع أنه الاتحاد المصري مع النادي الأهلي هيقدروا ياخدوا قرار في الفترة أو الأيام اللي جاية داية أنا بأكيد لك أنه كل المعلومات من مصادرنا في الكاف أنه لتياه للمغرب هل تتوقع أنه هيحصل تحويل لهذا الأمر هل تحويل الدفة من المغرب بعد وصول الأهلي والوداد غالباً للنهاية يعني لو المكتب التنفيذي واخد قرار أن المصري هيبقى في المغرب فهو هيبقى في المغرب ولكن نادي الأهلي مش ناديه صغير نادي الأهلي ناديه كبير بأعضاء مجلس دارته بلعيبته بجمهيره ببطولاته فالأولى لو إحنا قلنا الأهلي والوداد يتلعب لا الأهلي يتلعب في الصدق قاهرة مين الأكتر شعبية مين الأفضل مين اللي واخد بطولات أكتر مين اللي بيشرف القرى الأفريقية سواء في كاسا عالبانديا أو في البطولات اللي بيشارك فيها هو النادي الأهلي في النادي الأهلي هو الأحق أن يلعب في القاهرة مين يلعب في المغرب صح فده طبعاً وإن كان أنا رأيي واضح أنه هي لا تقوم في مصر أو تقوم في المغرب حقاً للحق يعني سواء الأهلي أو الوداد ما هو دعم لما هو دعم إلعب في أرض محايدة زي ليفربولو ريال مديد هلعبه في أرض محايدة بس ما هو لعبه في أرض محايدة ما برضو دي نقطة مهمة إن الفاينل بتاع التشامز ليج هيتلعب في باريس بس ده ما أعلم من قبل ما ربطوها تبدأ أصلاً يعني لو باريس سان جيرمان كان وسيل الفاينل كان حقه يلعب في باريس بقى عادي مش حادش هيعترض هنا ساعتها حادش يقدر يعترض لأن فيه لوائح بتنظم نصيبك بقى أنت لو سلت فاينل فنصيبك المرة دي اللي اختار في الملعب ده على ملعبك بمفهم أنت ونصيبك أنت بمين أنك أنت معلنتش من الأول فخلاص بقيت أنت بقيت أنت مطارة لعب في ملعب محايدة بصراحة يعني قمة التهريج اللي بيحصل وتمنى إن شاء الله بإذن الله أن النادي الأهلي يقدر يضغط على زي ما فوزي زي ما بيطلع بيضايما بيزبق قرارات البكتب التنفيذي بيزبق قرارات pielتحاد الأفريقية مش أول عددًا مش أول مرة إنه يطلع وهي صرح احنا منعرفنا احنا منعرف اكبر الكف من الصحافة المغربية من الصحافة المغربية صحافة المغربية دايما سابقى قرارات المكتب التنفيذي بسمي ودايما سابقى قرارات العادة أفريقية سواء في لجنة الحكام حتى في اختيارات الحكام من المطاركات الأفريقية أمراس الصحافة المغربية تبقى سابقة كل الناس ان هي بتعلن الاختيارات الحكامة الافريكا لطورة ابطال الافريكا فاعتقد لا لازم يكون وقفة وقفة قوية جدا من النادي الاهلي زي ما تفعلنا وانت مش نادي قليل وان شاء الله بإذن الله يكون خلال الساعات اللي جاية دي يكون فيه ما عايز اقول للسادة المشاهدين اللي تقال بالزبط فيه التصريحات لأعلام مغربي من الأستاذ سعيد النصري رئيس الوداد قال ان احنا لسنا معنيين بأي نقاش فيما يخص يعني بيان النادي الاهلي ما نعرفه ان المكتب التنفيذي للكاف حسم التصويت ب16 صوتا لصالح الدار البيضاء مقابل 3 لصالح السنغال انو الكلام كان على المغرب او السنغال تقام النهاية افريقيا ف16 اختاروا المغرب و3 اختاروا السنغال طب ليه 16 دول او 3 دول او 19 اسم دول ليه ما بيعودوش في بداية بطولة افريقيا زي ما انتفقنا برضو ويعودوا يقولوا ان احنا مبرارة نهائية لو طرف من الاطراف مصري او مغربي او تونسي او جزائري هيبقى في بلد مختلفة ليه شمعنا دلوقتي مش لازم تعمل ده بس من اول قول انا هلعب المبرارة دي في القاهرة من حقك بقى هلعب المبرارة دي في الدارة يعني اقول لك حاجة لو الموضوع كان معلن ان ما تشف المغرب في المغرب من قبل ما تبدأ احنا لا قابلين او تمام لكن انت ما تشوف الاهلي والوداد وصلوا فينا فتختار المغرب او تختار مصر يبقى هنا في ظلم الفريق من اللي على الاخر يعني انبقى وطع